التقييم الداخلي تسعى المؤسسة التعليمية أو التدريبية إلى إجراء عملية التقييم الداخلي، المراجعة الداخلية، وهي عملية تقويم لأنشطة المؤسسة التعليمية أو التدريبية لمعرفة مدى تحقق المتطلبات مع عيار ضمان جودة التعليم أو التدريب الإلكتروني داخل المؤسسة. ينفذ تلك العملية فريق عمل من المؤسسة ذاتها أو من جهة جودة تتبعها المؤسسة، وتوثق النتيجة في صورة تقرير. أهداف التقييم الداخلي تهدف عملية التقييم الداخلي إلى ما يلي تقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات التعليمية أو التدريبية التحقق من مدى إمكانية تقدم أو عدم تقدم المؤسسة التعليمية أو التدريبية للحصول على الاعتماد مساندة المستويات الإدارية العليا في المؤسسة للمؤسسة ذاتها للتغلب على الصعوبات التي تواجهها وضع التوصيات اللازمة لتحسين أداء المؤسسة دعم نظم المحاسبية في ضوء معايير محددة أهمية التقييم الداخلي تتمثل أهمية التقييم الداخلي في ما يلي التحقق من مدى استفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية معايير ضمان الجودة والاعتماد تحديد الممارسات المتميزة ونقاط القوة في المؤسسة التعليمية أو التدريبية تشخيص الصعوبات التي تحول دون تقدم المؤسسة للاعتماد استمرارية عملية التقويم وضمان الجودة من أجل التطوير والتأكيد على تنفيذ الخطط المستهدفة لتحسين الأداء